اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك في بستان احمد في بوماتزي في المنطقة الوسطى من غانا كان موضوع الجلسة تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي من خلال النموذج الاسلامي حضر الجلسة العديد من الشخصيات البارزة في غانا بما في ذلك رؤساء من المناطق التقليدية ووزراء اقليميين وممثلين عن الهيئات الدينية رحب الامير والداعية المسؤول في غانا الحاج نور محمد بن صالح بجميع المشاركين في خطابه الترحيبي في رسالته للسلام والمحبة والمودة لجميع النفوس النبيلة التي اجتمعت هنا في هذا التجمع الروحي دعا امام الجماعة الاسلامية الاحمدية العالمية حضرة ميرسى مسرور احمد لنا جميعا وقال بارك الله في جلستكم بركات كثيرة وبارك في جميع من اجتمعوا في هذا الحدث الديني الفريد والمميز بركات روحية كثيرة وأدعو الله ان تزدادوا في الخير والتقوى والصلاح وحضر الجلسة نائب رئيس جمهورية غانا سعادة الدكتور محمد باوميا ورئيس مجلس ادارة ان دي سي السيد جونسون اسيدو يعد المؤتمر سنوي حدثا رئيسيا في تقويم الجماعة وهو حدث مهم يجمع المسلمين الاحمديين من جميع عنحي البلاد وغيرهم من المسلمين لغرض تجديد ايماننا من خلال صلوات الجماعية والمحاضرات ومشاركة الخبرات لقد انضم إلينا إخواننا المسيحيون كعاداتهم دائما وقد سمعنا ممثل الكنيسة الذي تحدث إلينا وكذلك الأمين العام لمؤتمر الأساقف الكاثوليك هذا ما يجعل غانا جميلة وهذا ما يجعل غانا فريدة وهذا ما يجعل غانا مسالمة لأننا متسامحون في التنوع الذي أعطاه الله لنا جميعا وقال رئيس مجلس إدارة ندي سي جونسون أسيدو نيكيتيا في خطابه يجب أن يكون هناك جهد واعي لتحقيق العدالة في المجتمع قبل أن تتمكن من الحصول على القانون والنظام فالعدالة تعني ببساطة معاملة الجميع على قدم المساوى أمام القانون بدأ كل يوم من أيام الجلسة بصلاة التهجد ودرس الحديث وألقى خطباء الجماعة العديد من الخطب ومن بين المعارض المقامة معرض حول منظمة الإنسانية أولا والوقف نو ومجلة مراجعة الأديان وتبرع البعض بالدم وبثت أستوديوهات MTA في غانا أحداث الجلسة مباشرة وأبقت المشاركين والمشاهدين في المنزل على تواصل مع الجلسة قبل وبعد الإجراءات من خلال منغشات ممتعة وتثقيفية مباشرة داخل وخارج الأستوديو وفي لقاء مع بعض الضيوف قالوا لقد رأيت مؤتمرات تم تنظيمها خلال عيد الفصل وأثناء عيد الميلاد وأثناء كذا وكذا ولكن لا يمكن مقارنة أي منها بما أراه في الجلسة من حيث الخدمات اللوجستية التي يجتم جلبها إلى هنا وسلوك الحضور وكل هؤلاء موجودون ليقولوا لشبابنا أنه مهما كان ما يرونه هناك فنحن قادرون على القيام بعمل أفضل وأن الإسلام يوجهنا لذلك بالنسبة لي هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذا التجمع الكبير وقد أعجبت جداً بهذا فالأمر ليس سهلاً لقد رأينا عدد الأشخاص الذين كانوا هنا وقد شعر الجميع بالراحة أما الآن ننتقل إلى خبرنا التالي من ألمانيا يواجه العالم أزمات مختلفة منها أزمة الطاقة وأزمات اقتصادية وحروباً أثرت على الاستقرار العالمي وللتوعية وتحقيق السلام نظم مجلس خدام الأحمدية في ألمانيا ندوة السلام الأولى في مدينة جسن التي كانت من بين أكثر المدن دماراً خلال الحرب العالمية الثانية بعد الخطاب الترحبي الذي يلقاه أمير الجماعة السيد عبدالله فاكس هاوزر شارك المتحدثون الضيوف وجهات نظرهم ثم قدم داعية الجماعة تعاليم الإسلام الجميلة لقد تأثرت حقاً بمحاضرة الدعية حول تعاليم الإسلام والتي أراها متوافقة للحد الكبير مع قوانين حقوق الإنسان وودوا نقول إنهم منفاتفون حقاً على الحوار حيث يمكننا رؤية أشخاص المختلفون هنا اليوم جلس الضيوف معاً في حلقة نقاش حيث تمكنوا من طرح الأسئلة المختلفة وإيجاد أوجه التشابه بين الأديان ما وجدته إيجابياً حقاً هو أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تقدم تعاليم الإسلامية فحسب بل تتبعها أيضاً على سبيل المثال في مشاريعها الإنسانية هي لا تتحدث عنها فقط بل تنفذها أيضاً كما تم إطلاع المشاركين على مفهوم حقوق العباد في القرآن الكريم وعلى الرغم من أن السياسيين لا يلعبون دورهم الرئيسي في إحلال السلام يمكن لأناس مختلفين القيام بذلك في محيطهم لما تبنى أبداً فكرة ربط الإسلام بالإرهاب وأنا أعلم أن هناك مجموعات مسيحية أكثر قصوة وأعلم أن الإسلام يعلن قيماً أخرى أتمنى أن يستمع الناس إلى قيام الإسلام هذا هنا في ألمانيا ولإشراك أكبر عدد من الناس تواصل الجماعة الإسلامية الأحمدية تنظيم البرامج المختلفة بطرق مختلفة لكل من المتدينين وغير المتدينين وبذلك ندوة السلام الأولى التي عقدها مجلس خدام الأحمدية أنها حدث ناجح ويمكن من خلاله تقريب وجهة النظر ولتوصيل رسالة السلام من خلال دين الإسلام ننهي نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المجد المبارك في إسلام أباد بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الثالث من فبراير شباط الجاري حيث قال لقد بعث الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام لنصرة الدين وبيان معارف القرآن الكريم ولكن وللأسف قد عرضه المشايخ منذ دعواه وهم لا يريدون سماع أي دليل ويضلون الناس ويعرقلون طريق من أرسله الله تعالى لبيان معارف القرآن الكريم ففي باكستان يتحمس المشايخ بشتى الذرائع لمعارضة الأحمديين وإذائهم وينضم إليهم الساسة والمسؤولون أيضا وهم يرفعون منذ فترة قضايا كاذبة ضد الأحمديين بتهمة تزوير القرآن الكريم وقد أسر بعضهم بهذه التهمة ندعو الله أن يهيئ الأسباب لفك أسرهم إن أقوال المسيح الموعود عليه السلام هي التي تكشف معارف القرآن الكريم حيث بين حضرته عليه السلام أهمية القرآن الكريم وعظمته ومكانته في أقواله وكتاباته مرارا يقول حضرته عليه السلام إن مذهبي هو أن القرآن الكريم كامل في تعليمه ولم تبقى حقيقة خارجة لأن الله جل شأنه يقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ويقول أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء ولكن إلى جانب ذلك أعتقد أيضا أنه ليس بوسع كل مجتهد أو شيخ أن يستخرج ويستنبط من القرآن الكريم جميع المسائل الدينية أو أن يقدر على تفسير صحيح لمجملاته بحسب مشيئة الله بل هذه المهمة موكولة إلى الذين نصر بالوحي الإلهي بصورة نبوة أو ولاية عظمى فالصراط المستقيم للذين لا يقدرون على استخراج المعارف القرآنية واستنباطها لكونهم غير ملهمين هو أن يقبلوا دون تردد وتوقف ودون أن يتوجهوا إلى استخراجها واستنباطها من القرآن التعليم التي وصلتنا بواسطة السنن المتوارثة والمعمول بها أما الذين نوروا بنور وحي الولاية العظمى ويدخلون في حزب إلا المطهرون فقد جرت سنة الله معهم بلا شك أنه عز وجل يكشف عليهم بين حين وآخر دقائق القرآن الكامنة ويثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي تعليما إضافيا قط بل الأحاديث تتضمن تفصيلا لمجملات القرآن الكريم وإشاراته فبعد تلقيهم هذه المعرفة ينكشف عليهم إعجاز القرآن الكريم ويتبين لهم صدق آياته البينات كما يقول الله جل شأنه بأنه لا يوجد شيء خارجه لقد أعطى الله تعالى علم القرآن الكريم وحقائقه في هذا العصر للمسيح الموعود عليه السلام الذي قال إن مذهبي هو أن الله تعالى قد أعطاكم لهدايتكم ثلاثة أشياء أولها القرآن الكريم الذي يشتمل على وحدانية الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى والقرارات الفاصلة فيما اختلف فيه اليهود والنصارى كاختلافهم وخطائهم بأن عيسى بن مريم قد قتل على الصليب وصار ملعونا ولم يتم رفعه كما رفع غيره من الأنبياء كذلك يأمر القرآن أن لا تعبدوا من دون الله تعالى شيئا لا الإنسان ولا الحيوان ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأسباب ولا أنفسكم فكونوا حذرين ولا تخطو خطوة واحدة خلاف تعليم الله وهدي القرآن أقول والحق أقول لكم إن الذي يعرض عن أصغر حكم من أحكام القرآن السبعمائة فإنه بيده يسد على نفسه باب النجاة إن القرآن هو الذي قد فتح سبول النجاة الحقيقية والكاملة أما ما سواه فليس إلا ظلا له لذلك فقرأوا القرآن بتدبر وأحبوه حبا جمى حبا ما أحببتموه أحدا لأن الله تعالى قد خطبني وقال الخير كله في القرآن وإن هذا لهو الحق فوأسفا على الذين يقدمون على القرآن الكريم غيره إن مصدر فلاحكم ونجاتكم كله في القرآن ما من حاجة من حاجاتكم الدينية إلا وتوجد في القرآن إن القرآن لهو المصدق أو المكذب لإيمانكم يوم القيامة لا كتاب سوى القرآن تحت أديم السماء يمكن أن يهديكم بلا واسطة القرآن لقد من الله عليكم منة عظيمة إذ أعطاكم كتابا مثل القرآن فهل يمكن لمن ينصح أتباعه بهذا أن يحرف القرآن الكريم؟ ثم يقول حضرته عليه السلام أقول لكم صدقا وحقا إن الكتاب الذي يتلى عليكم لو تلي على النصارى لما هلكوا وإن هذه النعمة والهداية التي أوتيتموها لو أوتيها اليهود مكان التوراة لما كفرت بعض فرقهم بيوم القيامة فاقدروا هذه النعمة التي أوتيتموها إنها لنعمة غالية إنها لثروة عظيمة لو لم يأتي القرآن لكانت الدنيا كلها كمضغط قذرة إن القرآن كتاب لا تساوي جميع الهدايات الأخرى إزاءه شيئا إن روح القدس الذي نزل بالإنجيل ظهر في صورة حمامة وهي حيوان ضعيف وعاجز تستطيع حتى الهرة اختطافه لذلك ظل النصارى يتدهورون ويزدادون انحطاطا يوما بعد يوم حتى لم تبقى فيهم روحانية لأن مدار إيمانهم كله كان على الحمامة أما القرآن فقد تجل روحه القدس الذي جاء به بهيئة عظيمة ملأت بكيانها العالم بأسره من الأرض إلى السماء فشتان بين تلك الحمامة وهذا التجل العظيم الذي هو مذكور في القرآن الكريم أيضا إن القرآن قادر على تطهير الإنسان في أسبوع واحد إن لم يكن هناك إعراض ظاهري أو باطني إن القرآن قادر على أن يجعلكم مثل الأنبياء شريطة ألا تفر منه أي كتاب سوى القرآن الكريم علم قراءه منذ البداية هذا الدعاء وأراهم بارقة الأمل هذه أعني قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي أرشدنا إلى سبيل نعمائك التي أرشدت إليها الأولين من المنعم عليهم من النبيين والرسل والصديقين والشهداء والصالحين لذلك فارفعوا هممكم ولا تردوا دعوة القرآن فإنه يريد أن يهبكوا من نعمة التي وهبها للأولين أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم كونوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته